ولنقاش ملف تواصل استهداف المصالح الأمريكية في العراق في الوقت الذي يفتح فيه الكاظمي حوارا استراتيجيا مع الجانب الأمريكي وحديثه عن السيادة في العراق ينضم إلينا عبر سكايت من لندن الكاتب السحفي فاروق يوسف أهلا بكم سيد فاروق أهلا بك كيف تقرأون تصعيد الميليشيات المرتبطة بإيران لهجماتها على أماكن انتشار القوات الأمريكية في العراق واستهداف المصالح الأمريكية عموما بالحقيقة هذا سلوك يمكن وصفه بالعبث والعدم والغبي بنفس الوقت لأنه لا يخدم جهة على الإطلاق حتى لا يخدم إيران نفسها بعد أن صار واضحا بالنسبة للجميع أن الولايات المتحدة لا تفكر في إقامة قبائد عسكرية في العراق ولا تفكر أيضا في تثبيت قواتها الموجودة في العراق بنفس العدة والعدد كان من الممكن التفكير أن ذلك يخدم إيران لكن إيران الآن هي غير إيران بالأمس إيران في وضع مزري ورث وهي من الممكن أن تقبل بأي حوار مع الولايات المتحدة لكن بشرط أن تخفف الولايات المتحدة من شروطها لكي لا يكون ذلك الحوار فضيحة للعقائديين ممن يتبعون إيران ويهللون لها في المنطقة بالحقيقة يمكن اعتبار الهجمات محاولة للتشويش أيضا على حكومة المالكي ونحن نعرف أن مجرد استلام المالكي لإدارة تبة الحكومة في هذا الوقت هو تحول كبير جدا بغض النظر عما سيفعله الآن ذلك لأن المالكي الكاظمي لا ينتمي إلى العملية السياسية بصفتها واجهة لإيران هو ابن العملية السياسية صحيح لكنه الواجهة الأمريكية لهذه العملية وهذا ما سيقود العراق كما أعتقد باتجاه مختلف تماما عن الاتجاهات السابقة التي سيطرت عليه إلى أي مدى ترون أن زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قآني لبغداد منذ أيام مقترنة بهذه الهجمات يمكن الربط بين هذه الزيارة ويمكن النار الربط بين هذه الزيارة والهجمات إيران إذا فكرت بالطريقة القديمة أنها تستطيع من خلال هذه الهجمات الضغط على الولايات المتحدة فإن ذلك كما قلت تفكير غبي ولا يمت للواقع بصلة إيران لن تنتفأ من هذه الهجمات على الإطلاق على مستوى الضغط على الولايات المتحدة وهي تفكر بطرق مختلفة وبأساليب مختلفة والدليل الأكبر على أن إيران لم تعد قادرة على السيطرة على وضعها وهيمنتها في العراق أن صعود الكاظمي جاء بغض النظر عن رأيها وبغض النظر عن ما تريد أو لا تريد هل يعني ذلك أن إيران فقدت أوراقها وبدأت تفقد أوراقها في العراق؟ إيران فقدت أوراقها ليس في العراق ولكن في المنطقة هذه الميليشيات ينبغي التخلص منها صارت عبئ على الجميع وكما أعتقد أن رئيس الوزراء الجديد بإمكانه أن يسيطر على الوضع خلال أشهر قادمة سنسمع من الممكن أن نسمع وهذا ليس محاولة لنشر الأمل ولكن أعتقد أن بإمكان رئيس الوزراء الحالي أن على الأقل يصف في الجزء الأكبر من هذه الميليشيات فهي مكلفة الميزانية العراقية لا تتحملها وليس هناك من مرور خارجي على الإطلاق إذا هناك شرط لكن هل الأمر بيد الكاظمي كرئيس للحكومة؟ إذا طمأننا سبحاناء الكتل السياسية الآن على مصالحهم وأن كل شيء سيبقى كما هو وأن الكاظمي لن يتخطى حدود حمراء قد وضعوها فإن بإمكانهم أن يتخلوا عن الحجد الشعبي خلال وقت قريب نعم الكاظمي كان تعهد في حواره مع الجانب الأمريكي بحماية القوات الأمريكية كيف يمكن تقييم موقفه باعتباره تحدث عن استقلالية قرارات حكومته؟ شوفي الجانب الأمريكي يفهم جيدا مقدار أو قدرة الكاظمي على الحركة وهم يعرفون جيدا أنهم من خلال الحوار الاستراتيجي القائم سيدفعون بالإمور في العراق إلى اتجاه مختلف لقد رأينا العراق الإيراني وشبعنا قهرا وألما على العراق ونحن الآن كما أعتقد سننتقل إلى مرحلة نرى فيها العراق الأمريكي كان هناك تقرير لموقع أراب ويكلي البريطاني جاء فيه بأن واشنطن عرضت على حكومة الكاظمي أموالا مقابل كبح جماح الميليشيات هل تعتقد أن الكاظمي الذي يعيش أزمة اقتصادية سيقبل بهذا العرض الأمريكي؟ دائما خلينا لا نصدق التقارير الصحفية كلها بالحقيقة لازم نعرف أن توقيت الحوار مع العراق مع مأجي الكاظمي له معنى كبير الحكومة الأمريكية أو البلايات المتحدة لم تعرض على العراقيين على الإطلاق حوارا من هذا النوع فيما قبل بسبب أنها لم ترغب بالحوار مع الإيرانيين من خلال العراقيين أي أن الحوار سيكون بالوكالة الآن هي تحاور رجل تعتقد وهي متأكدة من أنه ينتمي إلى خط لا علاقة له بالهيمنة الإيرانية ولذلك هي لا تعرض عليه الأموال مقابل أن يصفي الميليشيات أو يقلل من هيمنتها بل أن هذه الميليشيات نفسها ستحل نفسها بنفسها كما أتوقع فالأزمة المالية ومحاولة الكاظمي أن يمسك بخيوط ما جرى وخاصة خلال العوام التي حكم فيها نور المالكي كانت هناك عمليات فساد لا تزال تأثيراتها قائمة حتى اليوم إذا تمكن الكاظمي من التحكم بالأبواب الخفية التي تقود إلى هذه الدولة العميقة ستحل الميليشيات نفسها بنفسها وهي ليس ضرورية بالمناسبة بالنسبة للكثيرين وإيران لن تحتاجها لأنها في أزمة عظمى شكرا جزيلا لكم الكاتب صحفي فاروق يوسف المعذر على المقاطعة لديق الوقت كنت معنا عبر سكايب من لندن شكرا جزيلا لكم